اشتركوا في القناة وعندكم وزاري فأنا سأستغل هذه الفرصة سنشر بس على السادس العلمي والأدبي لأن باقي المراحل عدم انتهى الكورس وحسا عندي هاي قانون ثابت لازم تحفظوه الآية تربية ساوينا سالب واحد لازم تحفظه مثل ما تحفظ اسمك لأن انت شغلك كله بي بشلون اجت هي اجتنا من سالب واحد في سالب واحد جذر سالب واحد في جذر سالب واحد فالجذر بيه الجذر يروح ونزل من عدهن في الشكل هاي فنجي ناخذ امثلة انوضح بيه شنو معناه فالآي تربية تكعيب جايدنا من آي تربيع في آي تمام لازم تعرفون قيمة الآي تربيع نحافظها اللي هي سالب واحد في آي تمام فهنا راح يكون سالب آي معناته سالب واحد في آي فالآي أس أربعة جايتنا من آي تربيع في آي تربيع يعني معناته سالب واحد في سالب واحد راح يكون موجب واحد عينه وميزه نركز وياه رحم الوالديتش اوكي هذين لازم تعرفين ملاحظات بالبداية اروح في دول يزن المثال الثالث راح يكون آي أس خمسة شوفوا كل عدد أجيبه للتربيع يعني أنا ناس حتى استفاد من هاي القاعدة يعني آي تربيع في آي تربيع في آي بحيث إذا جمعت الأسس ما لا تني طنعا خمسة شوفوا سلا جمعت آي التربيع ويه التربيع ويه الواحد راح يكون خمسة النازج فأنت بأي طريقة المهم لأن هذا بيه ويقوانين يعني أنت بطريقة الرياضيات ما إلا طريق واحد فهنا سالب واحد في سالب واحد موجب في آي فرح يكون آي واضحة عمود ضاغطهم جاي تشوفني فهنا أنا الآي تربيع لازم تركز عليها قيمته مثل الجوكر تمشوا ياك وين ما تريد وهذا شلون الجوكر مفتاح هس عندي السالب واحد في ثلاثة طبعا الفردي ما يلغي الإشارة السالبة شوفوا إذا ضربت ثلاث مرات الواحد سالب واحد فيه سالب واحد فيه سالب واحد فراح الإشارة تبقى سالب فيه سالب موجب فيه سالب بسالب تمام؟ في الشكل هذا لازم تنتبهون لهذه السالفة هنا أنا أس فردي هميني آي تربيع أس تسعة فالآي تربيع قيمتها سالف بواحد التسعة ما طول فردي ما يقدر يلغي الإشارة السالبة لأنه إذا ضربت الواحد تسع مرات ما رح تلغي الإشارة السالبة جرب تضرب السالب واحد تسع مرات ما رح تلغي تمام؟ فرح تبقى سالب إذا زوجي لا فحسب هاي القاعدة الكتبتها جاي أكتبها إذا فردي العدد سالب يبقى سالب إذا زوجي يلغي الإشارة السالبة أسه هذا المثال على الزوجي فهناني أس عشرة معناته زوجي فراح يبقى واحد تمام حبي حسب هاي القاعدة تنتبهولي بيها هسه عندي هنا آي أس 15 جايتني من آي إشقد أس أربعة في ثلاثة في آي أوكي فتاة أكتوبرية جاي يشوفيني فهنانا ثلاثة في أربعة اثنعش في آي أس ثلاثة رح صيره 15 طبعا الآي أس ثلاثة معناته آي تربيع في آي تمام الآي أس ثلاثة معناته آي تربيع فهنانا رح يكون الناتج سالب واحد في سالب واحد يعني موجب معناته آي للتوضيح هنا ما طول زوجي الأس رح يلغي لأنه هو تربيع وجاء تربيع لغة لغة الإشارة السالبة فهنان الأس الكل فردي يعني هنا الإشارة موجبة ما يأثر هما يلغيها ما يقدر يلغي الموجب مضروب بالآي رح يكون الناتج آي واحد مضروب بالآي فهنا آي أس ثلاثة وستين شلو رح أشتغل هاي آي أس ثلاثة وستين قلنا احنا قاعدتكم ثابتة آي أس أربعة في خمسطعش الأربعة اذا ضربتها بخمسطعش تطلع ستين مصح لو لا في آي أس ثلاثة أو تقول آي تربيع في آي أسا الآي ثلاثة هما رح تجيب آي تربيع في آي هسا ذا جمعة تنذني ستين واثنين واثنين وستين واحد صير ثلاثة وستين تمام هنا رح يكون موجب واحد والأسمال تخمسطعش هو على حسبته بس هنا هاي الآي تربيع معناته سالب واحد فواحد في سالب واحد في آي واحد في سالب واحد تمام في آي فرح يطلع عندي الناتج سالب آي هسا هنا وحدة من العجايز المستهترات رح تقل لإستاذ شلون سويت هاي بيأدري أنت إذا جمعت الأسس هسا إذا ضربنا الأسس أربعة في خمسطعش ستين في اثنين ين وستين وآي وحدة صار لاثة وستين آي والسالب السبع طعش هنا وصلنا للقواعد طلاب هنا ما نقدر نشتغلها بالسالب أو نقدر نشتغلها بالسالب بس انتم تتخربطون فهاي أبسط شيء لكم تنزلوها للمقام حتى تسهل القضيك إليه نزل للمقام وغير الإشارة هاي من القواعد ما أخذيها بالأسس إذا تذكروها بالثالث المتوسط بالثاني فهنان آي السبع طعش نزلتها صارت موجة بسبع طعش السالب لغيت آي بقانون بالثالث متوسط فهنان شنو معناته مين جاية اثنين راح يكون واحد عليه آي أس أربعة في أربعة في آي اعذروني الخط الزغير أنا جاي فهنان آي أس أربعة في أربعة في آي يعني هاته يصير ست عشر واحد يصير أسبوع عشر تمام فهنان بما أنه الزوج راح يلغى الإشارة السالبة راح يصير موجب آي قاعدة ثابتة يسويها موجب في واحد واحد في آي راح يسوينا واحد عليه آي هذا هو الناتج النهائي لازم عقلك يتخليه يشتغل تمام وخلي ببالك الآي تربيع قيمتها سالب واحد فهنان الخمسة وثلاثين جايتني من أربعة في ثمانية تمام أربعة في ثمانية ثمانية اثنين وثلاثين تمام في آي تربيع في آي خلي عقلك يشتغل لها الدرجة يعني عندك الرقم راح تطلع من ضمن آي تربيع قيمتها سالب واحد حتى تعوضها فالخمسة وثلاثين جايتني من ثمانية في أربعة صير اشقت اثنين وثلاثين في آي تربيع يعني راح يصير اشقت اربعة وثلاثين في آي فرح يصير خمسة وثلاثين فهسا عوض قيم الآي هنا أنا ما طول بها زوجي راح يلغي يصير موجب واحد وهنان الآي تربيع قيمتها سالب واحد في آي فواحد في سالب واحد في آي فرح يطلع عندي قيمته 1 على سالب i. واضحة الفكرة. شغلة بسيطة مجرد يتركز بالرقم تركز به شلون تعرفه من مين جايني. هي تخلي ببالك هذه البديهية. يعني كل رقمات قسمة لازم. وتخلي ببالك الاي تربيع قيمته سالب 1.